اشتركوا في القناة توجهات الايرانية بزعزعة الاوضاع في اليمن وتهديد الحدود السعودية مصادر عسكرية قالت ان 31 من عناصر الميليشيات لقوا مصرعهم واصيب 45 في مدينتي حرض وميدي حيث شنت مقاتلات التحالف العربي اكثر من 20 غارة جوية متفرقة استهدفت مواقع وتحصينات الميليشيات في مناطق الكدف جنوبية ميدي والحجاور والمجبر بمديرية حرض ومواقع اخرى واسفرت الغارة عن تدمير مخازن اسلحة ومدافع ثقيلة واليات من بينها عربة بي ام بي اضافة الى تدمير عدد من الاطقم العسكرية كانت تقل عشرات المسلحين واخرى كان على متنها عتاد عسكري الى ذلك اكدت مصادر طبية وصول عشرات الجثث للميليشيات وعشرات المصابين الى مستشفيات في منطقة عبس ومدينة حجة ومع مرور كل يوم تتنامى خسائر الميليشيات رغم حرصها الشديد على التكتم واخفاء حجم خسائرها في حرب اشعلتها ضد الشعب اليمني وصارت عناصر المخلوع والحوثيين الخاسر الاكبر في حرب هي بنسبة لليمنيين والتحالف العربي حرب وجود لا مجال فيها بالسماح لايران باي انتصار مهما استماتت ميليشياتها الحوثية قوات النخبة الشبوانية تصل الى محافظة شبوى بعد عامنا من اعلان تأسيسها قدمت من معسكراتها التي تدربت فيها بمحافظة حضر موت ووصلت طلاع منها الى مديرية الدهر الشمال شرق شبوى لحماية انابيب الغاز والنفط اللجنة الامنية بمحافظة شبوى رحبت بانتشار قوات النخبة الشبوانية وقالت انها تمركزت في المناطق الساحلية وميفعة وعزان والروضة وحبان ومواقع الشركات بالمحافظة بيان اللجنة الامنية اكد ان انتشار القوات وتمركزها في هذه المدن والمواقع سيعزز من تطبيع الاوضاع في المديريات المحررة واستعادة الامن والاستقرار فيها داعيا الى مزيدنا من التعاون والتنسيق بين مختلف الاجهزة الامنية والعسكرية لخدمة الامن وحماية المصالح العامة والخاصة في المحافظة اوضاع امنية صعبة تعيشها شبوى ففي الاشهر الاخيرة تساعدت عمليات الاغتيال ومشاكل وقضايا الثار وازداد نشاط وعمليات تنظيم القاعدة وبالتزامن مع وصول قوات النخبة الى المحافظة شن مسلح تنظيم القاعدة هجوما على نقطة امنية لقوات الحزام الامني في مديرية رضوم اسفر عن مقتل سبعة جنود واصابة ثمانية اخرين فيما لا يزال عدد من الجنود مأسورين لدى عناصر التنظيم الذين شنوا الهجوم الخاطف استنساخ لفكرة النخبة الحضرمية في شبوى وبدعم اماراتيا ايضا في المحافظة التي تشهد تعقيدات وجبهات متعددة وتعيش ضرفا اسوأا واكبر من الضرف الذي تأسست فيه النخبة الحضرمية في حضرموت فالى جانب تساعد عمليات تنظيم القاعدة والاختلالات الامنية التي تعيشها شبوى هناك معركة مستمرة وجبهة مفتوحة مع الانقلابيين يخوضها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في بيحان هو الموت اذا فلترتفع الاصوات وليتعالى الغضب ولتتصاعد الاهتجاجات موظف تعز يشارفون على انتهاء عام كامل دون مرتبات دخلنا في الشهر الثاني عشر وما زالت رواتبنا معدومة ما زلنا نناشد الحكومة بصرف الرواتب ولكن حكومة الشرعية لا تلتفت الى هذه المطالب فلا تقعلوا تعز تغضب واذا غضبت فالنتائج ستكون وخيمة عليكم قرابة عام كامل لم تصرف لهم حكومة الشرعية سوى الوعود وعود كاذبة خاطئة هكذا وصفها المتظاهرون مؤكدين بانها لم تعد تنطلي عليهم وان حجج ومبرات الحكومة اصبحت اوهى من بيوت الانكبوت ان الوعود الكاذبة والاوامر الزائفة لم تعد تنطلي علينا ولن نصدق بعد اليوم الا رواتب نستلمها عن كل الشهور الماضية وتحريم انقطاعها لاحقا ولن نقبل بعد اليوم حقق واهية ولا مبررات غير مقبولة تتعرض تعز لحصارين من قبل انقلابيين والشرعية ايضا فالميليشيا تمنع دخول الماء والغذاء والدواء والشرعية توقف المرتبات وبينهما مدينة صامدة الحصار اللي تعز من كل النواحي حصار الحوثيين حصار الانقلابيين حصار الحكومة الشرعية اين الشرعية لماذا لا تصرف رواتبنا لماذا لا تقارن بالمناطق المحررة نحن نقف اليوم بعد عام من انقطاع الرواتب لنقول لكم نحن صامدون في التعز اسمعوها جيدا ان لم تتحملوا مسؤوليتكم وتقوموا بصرف مرتبات موظفيكم فليس امامكم الا الرحيل عبد القوي العزاني يمن شباب تعز ليصلك كل جديد قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الاشعار اشتركوا في القناة